اهلا وسهلا بكم مشاهدنا الكرام في مسألة هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيف وقضية هذه الحلقة التي نستضيف فيها النائبة والنقيبة السابقة في الجيش الوطني عبدالرحان أولمين ضيفنا نقيب سابق في الجيش الوطني شربت تغييره عن طريق الدبابات والرشاشات مرتين فلم يفلح واعتقل رفقة صالح الحننة عام 2004 حين عاد من منفاه ليخطط مع صالح الحننة من الداخل لانقلاب جديد بعد محاولتهم الأولى رفقة عدة ضباط دخل أولميني معترك السياسة وفاز نائبا عن واكشوت من خلال الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم لكن خلافات رفاق السلاح سرعان ما بدأت تطفو على السطح وكان ضحيتها حزبهم رحل أولميني صوب حزب تكتر القوى الديمقراطية فكان واحد من أبرز نوابه في الجمعية الوطنية قبل أن يقاطع حزبه الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة ويخرج بفعل هذه المقاطعة من قبة البرلمان أهلا بكم عبد الرحمن النقيب أو النائب أيهما الأقرب إليك؟ النائب في البداية المولد والنشأة في كلمات قليلة طيوس الله الرحمن الرحيم وصلاة الأنبي الكريم في البداية شاكركم على الاستضافة المولد في منطقة لفراكنا من أب من منطقة مقطع العجار والأم من منطقة جلوار وبلغات وغير ذلك بدأت الدراسة كانت المحررة بدأت شايفت رون الزمن بعد ذلك انتحقت لدراسة الكدائية في منطقة موندي 30 كيل من بلغة و45 كيل من ألاك بعد ذلك انتقلت للمدينة بلغة إلى سنة الأولى الأعدادية وبعد ذلك انتقلت لنواذبو ومحيت شيء سنة الأعدادية والثانوية أبراس رفقاء الدراسة أنت تذكر منه كثيرين منهم من أصبح له موقع في السياسة أو في الشيش الوطني كثيرين فيهم فيهم اللي كان ضباط في الشيش خرج منه هو اللي كان ضباط من الدارك كثيرين 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 يشيروا عن الميكرو وضعيته جيدة إذن الوضعية جيدة نتابع هل التحقتم في هذه المرحلة بإحدى الحركات السياسية وأنتم ربما نشيتهم إبانة عنفوان هذه الحركات السياسية نعرف نعرف يكسع يشير بق وحركات يكسع بكيهن بدأت ونعرف يتحقق الحركات وكل ليلة نصهر يصهر من الشباب يعطونا قدر المحاضرات وإننا رجع من دوال يرحمها تسوين تقول أنت شمع ساك نقول أنت نعاش من الشباب وقت دينا مراد السياسية يقول أنت أنت موريتان ونقول أنت موريتان وإن لا يصمت أنت بدأت نشعرت أن موريتان بالحقيقة ونتيجة لك لم تتحق بالحركات السياسية متى التحق بالجيش التحق بالجيش تخلق 89 وثمانين وذلك أخلق غروب 89 وثمانين يتعرف تكسع مشاكل بين دولة الحقيقة حقيقة ياسم الشباب تخل الجيش تساعة تساكن لا يتعود ثم أمور لا يتطور المشاكل والأزمة التي خلقت بين الدولة الحرب والله تخل تخل الجيش تساعة استعدادا الدفاع يدخل الحرب ونشارك الدفاع وطن دخول هل كان هناك دافع آخر ربما رسول إلى السلطة عن القلابات يا رسول لا 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 أذكر يوم عندما ندخل الجيش سوف نصل للسلطة للقلابات أيضا في الجيش كانت هناك إديولوجيات سائدة هناك القوميون هناك البعثيون هل لا تخلط مع هذا تخلط ما تخلط مع القوميات والدوليجات لقد تخلط معه لقد تخلق منه الذي يخلق في المرحلة الذي هي والحقيقة أحفظني مولانا بسوء كان انقلاب الثامن يونيو 2003 والآن غدا ندكره السنوية محطة بارسة في حياتكم المهنية والسياسية والتاريخا فارقا في سيراتكم الذاتية متى بدأتم التفكير في هذا الانقلاب ومن شارك لكم هذا التفكير السابق الثامن يونيوم ظاهر لذلك الفترة لم يكن خالقا مجموعة الضباط وتفاهم وتفالشة لم يكن ذكرت في الانقلاب التغيير العسكري وهذا الحقيقة الذي من هقع لنا لديه إيمان بالسياسة لديه دواهر أخرى ونحن بعد ذلك لذلك لم يكن خالقا لدينا محيط المؤسسة العسكرية التي كان الحقيقة فضائية خطيرة خطيرة ومن خلالها من عدد المسقطات نعرف أنها لا صورة مصغرة عن خالق المؤسسة العسكرية المحيط الضيق المحيط المباشر الذي تعرف الأسرة الجندي والضاوط هذا امتداد للمؤسسة العسكرية معناها أن قلوات من خلالها عندك أخبار وضعية مواطن الموريتان كيف وأنا شخصيا نعرف في كتيبة المدرعات عندي عندي مسار يرضي الصباح بعد صلاة الصف نمشع لطريق بور عدد كيلوات ونرجع وحاجة لأن الفجر من النوخ على ذلك الكبير الذي قال لها كبت المربط ترى ونرى مشاهد الحقيقة لا يقوم بمولي حد فيه شوية من لسان اللي شعور بالوطنية لن يحمل ها لنرى من الصبيان التي عاد ذاك الوقت وحلي في الأمامة يجل فيها لو فعل هذا شي يوكل تشوف هناك فم براغ يتعود أسرة كبيرة لا يستطيع فدها براغ واحد يتعود الأسرة بزربة الشلوتات التي يشهلها وتعود بعض من هاي بات في كيس وتن وبيتين في كيس وتن الحقيقة هاي الوضعية الحقيقة من دوافع الحقيقة نفكروا في إنها وضعية وضعية مأساوية مرقاجئ ودوه باع مؤمن ولا يخلص الله ولا لمهو حالته لا يقعد منع رحباطي بضعية إشلاهية 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 عنده دور فعلا والله مشاركة والله مؤامر يشارك بعض مغريبة ومبعيد ذي البضعية اللي هي وبتوه أنا بعض شخصيا هذا من خلال المؤسسة العسكرية وضعها هي ومن خلال هاي الأمور اللي هي جعلت نيني نعود نفكروا حاجة اللي لنها عاقب للمشاهد بعض فكرت ليلة بثني بعض عندي شمال زملاء ليلة كنا طالعين كامل ومنزلي بساعة في فتنة لتكتيب مدرعات بدأي تموت عشان عاي وناقشت معاهم للوضع اللي هو بكلهم دي المشاهد به اللي يشوفهم وضعية جنوبنا ووضعية الدبار ووضعية المؤسسة العسكرية كوكل هذا اللي يشوفه كامل لا معناه أنه خطر عن عن الوضع العام للبلد اللي هو بالحقيقة عبء وعارو ومسوليته اللي نحنة اللي أبناء الوطنة واللي خرطنا في الشيشة ندافع عن الوطن واللي واضح أن عادة الخطورة أكثر هي من الداخل من الخارج وكهر تهديد الوضع وكهر تهديد الامور وكهر تهديد الامور كاملة اللي بقاء الدولة بعدها وكهر تهديد الامور من أي عدو أخر لا هي مستقبلاً من هم هذو الزملاء اللي كانوا معناه لا تقول كانوا في الشيش كاملين أو كانوا فيهم مدنيين وكانوا فيهم مدنيين لا 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 ما كان فيهم مدنيين هذا التفكير بدأ بكم من الشهر والله بكم السنة السابقة هذا هو الشيء هذا سابق فهذا نعرف من كي قلت لك هذه هي مرحلة خليك فيها نوع من السيدات خليك فيها قدر المشاكل اللي عادت الناس كاملة تراعي في الفم أوفق مكفور عادت الناس كاملة تفكر نعرف إنه جماعة العدة نحنا لا شك أن ما عدوا لها واحدين أخرين خارفين هنا في ذكن أخرى والله في ليدها هاني عندهم نفس الشعور ويقعدوا متفاهمين متفاشل يعودوا يشدي الأخبار به في مثوركم أماما محكمة واد النهقة قلتم في رد على سؤال للمحامية تعلق ببرنامج الانقلابيين في حالة نجاح المحاولة قلت لقد ذكرت والشيخنا أثناء مفاتحته لي بتاريخ الانقلابات في المنطقة وطمأنني بأن الوضع لن يكون شبيه هل نفهم من هذا أن والشيخنا هو من أقنعك بفكرة الانقلاب؟ لا 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 بداية أول حد التواصل إليه هو حمال أحمد عبد حمال أحمد عبد هو أول حد التواصل إليه ونعاقش نشم الوضاع وشيخ خصنا خصنا قضية المؤسسة العسكرية أولا والوضع العام وتمصلنا للخلاصة المعاكة اللي قد يخليك تغير منه عن طريق الجيش المأيوس من أن يخليك تغير من جهة غانية وهو هو الحد التواصل إليه وبدأ ذات الساق نطبط أربطني أعقبك بمحمد الشيخنا الغريب أن في اعترافاته أمام المحكمة أحمد الأحمد عبد قال أنه لم يشارك في المحاولة نهائيا وأن محمد الشيخنا أوهمه بأن هناك محاولات إرهابية وأن هناك إرهابيين يترصدون النظام وبالتالي أن عليهم المشاركة في صدهم عنه كيف؟ لا يجاوب عن اعتراف والله قلت اعترافه أنا أقول لك الحقيقة أنه هو أول ما يتعصل إليه وما يتعصل إليه بالحقيقة نزيق شيء وبدأ التنسيق بيننا وهو وأقبت هو الذي قال لي أن نتعصل إلى محمد الشيخنا وفعله شهد محمد الشيخنا وبالتالي بإليه وحمد الشيخنا والمنسيق وكان أرفع منكم خطوة منهم؟ أحمد الشيخنا والله أحمد الشيخنا كلها كلها يجل على أخر أسوأ منهم وليس يعود الحقيقة لنفس المعادلة كل شيء مهم معنى أن نفهم أن نفهم شيء جديد هو الذي تطرقنا له وفعلا بالنسبة لي ما قناعتك هذه الساعات وما يتوصلنا أن أولا الحكم يعود عسكري يعني أن نفهم صيغة ثانية وهي هي اللي الحقيقة اقتنعت فيها قلت أعلن أن تعود أن نفهم حكم ومؤقتها من المدنيين وأعلن أن نفهم حرص على عدم سفك الدماء وأعلن أن يقدم رموز النظام المطاح به إلى محاكمة عادلة من كنت أقصد برموز النظام؟ ناس كامل الذين كانت السيئة ذلك النظام وكانت ضالعة في ذلك الفساد كيف معاوية وعليون محمد فال مثلا؟ رؤوس النظام معرفة يعني أنه يحتاج إلى أكرمه الغريب الغريب أن أنكم أنتم رؤوس في حزب سياسي يتحالف مع مك كانوا يذاك رؤوس النظام ومن كنتم تطالبون بالإطاحة به هناك فرق بين مدى حاكمة ولا يتحاكم مدى وفين فرق حزب سياسي ما هو قضاء ولا يدي قدام مدى نمازي وتعلم أنه من يغير أحد ناجوي يغير خطو السياسي يعني أنه ويجيك أنت بغير تصع نعم أنه قضاء ولا نحكم على أحد وإن حزب سياسي وإن يأتي أحد قال أنه شعن ذلك الخط الكثير عاد في خطوة أنت ترهد منذ رأي إذا كانكم سابق سابق ترجع الإنقلاب إذا كانكم فكرتم وفعل أنكم تفاتحوا هذه الرموز النظام مضرورة لإصلاحك من الداخل سابق سابق الإنقلاب لكن لا تفاتح أحد بهذه القنوات تبارك الله متعددة وتصب كاملة في أذن النظام والله رأس النظام لا تفاتح أحد وإذا كانت لدي إجراءات أمنية خاصة بيننا لا تفاتح أحد ما عندك لذن فيه قال أنا شخصيا في كتيبة ما قد نتكلم أحد شيئا لا يفاتحوا في قضية هذا سابق يوك الخطة التي قد تفاتحها وما أردت على أصحابي أن يفاتحهم قالوا إليه أنا كنت تفاتحهم ما أعطيناك لذن قال 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 محمد الشيخ المنسخ قال ما أفهم ما أفهم ما أفهم ما أفهم ما أفهم أنه كان مؤمونا المسر ما أفهم ما أفهم ما أفهم ما أفهم أن ولكن أنا كانت مناسقاً كثير من درحات ومحمد الشيخ من الأولى المنسق الحام دائما يتقص ليه ونجاوره لكن يدعو بالوقت للطبرة مدعو نزق نفوته لا أحد في الأخبار أنا جمع أو بيته لا 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 هل كان الأفضل من المدنيين يشترك معكم؟ لا 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 لها علاقة بمدني هل صالحكم الآن هناك ساحة مدني لم يكن معكم أحد صالح علمت بانه علمت بانه في القلاب مرة حاجلينه هنا تاصل لي يا محمد وقال لي فهم حد يلا نتاصل ايه في الكتيبة واني لا يتكلمت معاه وهر لي فيه شمي قلت التعاطي ان يوكر له صالح انه معه هذا بعد هذا علمت في صالح انه فيه اشتركوا في القناة اذا ما كنتو عالمين بعلن صالح لا في قتلك الامين مرة كان هذا يدرعه سابق المقلاب يدرعه سبعين الله الله لا اسبعين الله قريب من دعك من دقيته بي سابق سابق لا 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 دخولي في تقس ما قلت اجابه توقع سابق تنسى ما قلت اجابه توقع سابق تنسى الله قال لي محمد خالق حد يلتك في تقصد وانه لا شوف سيهم شي مقلت التحاطي وهي الحد منهم اجاب عدم الرمزرق والله عقب شارك شارك هذا تشويش يبدو على الناس لا بدان تتغلب شو الله الله شارك هناك من هناك من يتحدث على أن 3 يوم يوليم يمكو هو التاريخ المحدد للانقلاب وأنه تاريخ فردت وخيانة بعض الرفاق لا 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 ما في حد خان ما بلغ عنكم حد ركتور ويتين قال وأنا بعد خلق خلق تعجيل الوقت غير التاريخ لا التاريخ وفعلا نجاح رقاش وقال نفهم حد لا يبلغ غير ذاك الحد اللي قاله لا يبلغ يلو قال الحقيقة كان يقول لله معناه أن يطي تفاصيل يلي يعرف يلي أعطى التفاصيل قطع أنها تتأثر لمجريات الأمور هو أعطى معلومة أعطى معلومة وتوه ما هي كافية ما هي تعلق معلومة لا فرد قالوا أن محمد الشيخنا قائم بنشاط ما هو أضح وهذا الحد كان معكم كان ينسق معكم هذا الحد إن قالوا أنه كان تقالتوا أنا من أعلم وأنت ما قطل هو التنسيق كانت عنده صيغة أنك تعود على الصيلة بركة باحد والله أعود معاك أنت يقول لي أنا كنت ينسق معايا محمد الشيخنا هو المنسق والله أنا مولي معايا زمين الله يرحمه ومحمد الشيخ رحمه الله جاء المولي كان معايا الكتيبة معناها أننا ذو في مرحلة معينة ما في نقع كان حد أعلم بلو أخر في الكننا كائمة ومعايا مرحلة معينة ومذكر لي قالوا لي يلتك تتكلم مع المرحوم محمد وإنت لا توقيت المحددة أصلاً كان ما هو الوحدة كان صلاً مقرراً أنه الثاني الثاني أنا مطلقت سابقه مطلقنا سابقه جاسب بدون عدو سنتين الحاشرة وما صلى ذلك بهذه اللي تهيئة الدبابة طويلة السلحتها ما كانت إليها وإخيرتها ما كانت إليها وتهيئة التطلب ياسم بأس وطويلة هذه الفترة ما فطن لكم حد لن فيم تحرك ما وطبيعه فطن بعد كان حد في الكتيبة بالناس اللي كانت في الليلة في الخدمة وبلغ بلغ وضابط والله ضابط صح ضعيارة كاملة أقب ثلاثة أهم لأن أبنطف كامل وطوب حق نظم مولي الحب للله ومن دراءة كان هو أقب السلكة الرأس يبلغ عنكم ضع لأنه لا سلك مع عينه على الأول مع عينه لك لكن دقيقة التالي عنده لا سلك لا أتهم بأعلنه من خراط معكم هل اتفقتم على طريقة لتسيير الحكم قبل تنفيذي الانقلاب؟ كان مقرر كانت مقرر بكل ليلة إلتماع على هيتخل وعجبتين أخلي به اللي أغلب هو اللي ينقال باب السرح ما سلت تذكره لأنه لا ينقال هنا ينقال به ما كان عنده تأثير كبال ما خالق ضابط لا هي اللهية يمرق فيها من يبلغ عن صحة يعرف تفاصيلها ما يرقى فيها معدلها بصيفة مطابقة وتعود دقيقة يغير ذلك اللي يخلق فيه أنا الله اللي نقول الله المشي بين الحثولين حد ما يبقى عود مبلغ ويختير من منطلق مهام وذلك ليكسع فيها يختير أن يعود عليه عنده إحساس بالشيء اللي يبلغ لها ما ذاقت في ذرقاء اللي بلاق ووجه ل المرحومة العقيم محمد ومجيان وبحكم معرفته لمحمد الشيخنا و قال له توفن حاجة لأنه قال الكلمة باطلة محمد لمينة كي تعرف مسقم وعليه يباد يقدم على الآرية ما هي ما هي راطحة الله يرحمه ومنين نقالك للقضية قال هو حتى محمد ما هو لا يسلك نحن أنه ما يجاد ليه قاعدا ليه ومن قال كمتون محمد لم ينقال هذا لا كامل ينقال لا ينقال يقال بعد ذا نعرف محمد يقدم بيه محمد لي من السقم الله يرحمه وعلى لي محمد ما الذي يثق فيه ياسم السيقابي الذي يبنك بالأول ونعرف أنه يجعود مزكي عنده لا وضرر أنه لم يكن لحد فيه شيء وكان لا يخلق فم اجتماع كان فم اجتماع لا يخلق ولا تعطيك سائلتها كامل لا يخلق لا أخلق معنا أنكم ما كتبتوا بيان لا أخلق لا أخلق عادة قضية 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 أن مدى تبدأتوا بهذه الأنساء لا ينحاكم والله عوده وشبه بعد مدى تعود محكومة على الشيء ومن ذلك كانكم حددتوا رأس والله كان بفعل التنسيق كان محمد الشيخ نو الموحد لأنه عود لا أحدد لا أحدد لا أحدد رأس لا أحدد حمد الشيخنا هو على الرتبة فينا قطعا هو المنسيق غير بعد لا أحدد لا أحدد لا أحدد لأن الناس لا يمطلق قاعدا يعود عسكري وهو القاعد معنا أنتم ما كم متفقين قاعدا معنا أيضا لاحظت على أن صالح في تصريحه أمام المحكمة قال أعلنكم كنتوا متفقين والله شبه مقرين أعلنكم لا يتعرضوا الرئاسة على محمد رمي بن مدين لا أحدد لا أحدد لا أحدد لا أحدد لا أحدد لا أحدد نحن محرفها أحنا أن أحدد من المحكمة من المحكمة مثلا أتصال يا الله قيادة الأركان وبدأ إلى أن قيادة الأركان كان رئاسا نكتب كان الرئاسا وكان رئاسا كان رئاسا وكان رئاسا وما كنتم تتمكن فينا بلاشه؟ أنا لدي كثيرة الإسلام لدينا كثيرة الإسلام المدرعات منطلقة العملية معناه أنها فرع عليها من قادة قادة الوحدات اللي معرفة فهم ياكي قدوا أي جندية من أين نعلم بالعملية ترادتها الجنود والباصف والباطزاجي معناه أنك ياكي تعود الناس اللي يتجي اللي يتجبر قدهمها قادتها وتعود يسهل عليها استقلاله وستخدامه جيد أنا لاحظت على أنه في تصريحات الجنود أمامها أمامها محكمة وادي الناقة كان كل واحد منهم يقول أمرني عبد الرحمن الميني أمرني عبد الرحمن الميني تكررت هذا اللغو على سنة عشرات الجنود وكنت قائداً للمدرعات ووكيل الجمهورية أيضاً أنا ذاك سيدة محمد الملاي محمد في حديثه أمام المحكمة قال إنك كنت الفاعلة الحقيقي وراء المحاولة الانقلابية في 8 يونيو ورغم كل هذا الحضور استطاع رفيقكم سائق التكسي أن يختطف الأضواء ويعلن تزعمه للمحاولة ما سر برأيك هذا الخطوة؟ شفت نقول لك رواية شفت الناس تخلطت عليها مسألتين وليه نطيب بعد فيهم وليه لتوضيح إياك تقود شفت فيه فرق بين اللي قاله 8 يونيو والذي قاله فرصان التغيير 8 يونيو يتمش معهم الوحدات وكلها عندها منسق والمنسق العام محمد شايف فعلا معه ظهر في الإعلام وليه يتكلم وليه يقال وهو حقيقة اللي قاده 8 يونيو وكان ينسقه المرحلة الثالثة التالية اللي قالها فرصان التغيير هي اللي جابر محمد الشيخ وصالح سابق نجابر كاملي وكونوا اللي ينقاله فرصان التغيير ودافعوا بيناتهم واشتقر رائع لنعمد صالح ورئيسهم عاد هون خلط بين فرصان التغيير والثامن يونيو اللي قاله 8 يونيو قائد الجعلي اللي كان ينسقه محمد الشيخ وفم المنسقين لخرين أنا النسق منسق عن كتبت المدرعات وحمد الأحمد عبد عن طايران ومحمد عبد عن الهندسة العسكرية والطاهر والفارغ والسدع عن البحرية ومحمد الفارغ عن المنطقة السادسة معنا هنفم منسقين وعندهم منسق عمودة ما استخدمين يا قير نحن في الإعلام الجزيرة أنا لاكية هي وجهة الدنيا تحدثت عن ضابط مفصول يقال ربو صالح ورحان النية يتزعم المحاولة لكن لا يعني هو من يخلق تصميع عدل حتى صريح برواية هو الإعلام اللي يتنقى رواية نقاله لا يقبل هو نعم أنا أعلن هو صرع أنا هون أنا هون ماني في قضية ما حيث يقاله الإعلام الإعلام قال في ياسف غيرنا هون نتكلم نتكلم عن ذلي يخلق شاعلين في الثامنينو الثامنينو ما يقدر تعود الكتيبة المدرعات اللي هي العامل اللي هي الصنقة الكبيرة والرئيسية في العملية وعودان هو مناسقها وأنا صالح مقتش عبرنا لما هو منطيقي معناها أن الإعلام شيء آخر والحقيقة شيء ثاني معناها أن هناك من يقول أن صالح بطبيعة عمله كسائر تاكسي كان لديه صلاة بذراع الإعلامي للإخوان المسلمين الإسلاميين أنا لا واستطاع من خلاله أن يمرر رسالة إلى الإعلام بأنه هو من يقود هذه المحاولة هل تتميلون أيضا؟ لا أعرف شيء نعرف لك لا أنه إلعاب دور مهم نعرف من يلعاب دور مهم هو دنينا فصل دنينا فصل عن الجيش ومشاعة عنده دور مهم ينسق هذا هو عاد عنده ذلك فرصة أنه قد ينسق ما هو ما هو موجود الاتبان ونعرف من يلعاب دور كبير شجاع هو مولي من نفسه ومقدام هذه حقيقة أعترد أن تعرفوا بيها أنه كان ينسق عنده علاقة بجناحة من دخوان وضع ما نعرف من تراك أنكم تصلت ومراسل الجزيرة أنا لأكم نعم نعم الناس الأخرى من يعلم حتى تصل به بعد من فتنا رفعنا هون بلغني نخلي بتصريح ما نعرف ذلك من تصريح من ذلك تصريح من ذلك من نحجب ذلك لا نعرف إلا أسمعت شيء كيف أنا في هذه المحاولة الانقلابية قتل قائد الأركان ويسوشهد قائد الأركان عن ذلك محمد نمين وليل نجيان من قتله برأيكم اللهم رحمه أظل الله ما نعرف ما نعرف قائد الأركان مجد ويا نعرف ونعرف اللاروية واحدة أنها النوام أنه عدلت أنها محاكمة وأنها عدلها النوام على مقاسات هو لي اختارها قضاءات واختارها 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 العسكرية ودارها ذاكنا عسكرية وهي مكبلين يعني أنه ما عندنا حرورية في سوء وش مهور ونفس المحكمة أنها دانة وزير إزارة الدفاع وضحياء الخسارة المادية هذا هو اللي نعرف من قتله ومن لقصه من قتله من عرف بعض يلدي الروح من أعطيها الحج معنى هل أنك بعد لا تخليفهم احتمالا أنه قد عدتم وحمدين لا 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 قد أقوله أنا قلت لك لأني لا 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 قد أقوله من عرفته هل دخلتم القصر الرئاسي لثامنة يوم ثامنة يوم دخلوا لا دخلوا أول محمد الشيخ هو أول حجم دخل ودخلوا عاقب الصالح دخلوا في فلاسها والله ومت ذاو ومت ودخلوا عاقب ذاك حمود وبدو السيدي هل جماعة قاستو وما حد تقوله؟ بداية ما أبقى أحد قدامه فهم هربت الناس ما أبقى أحد ما أبقى أحد ما أرداد لأخضار بداية الوقت ما أبقى أرداد لأخضار حتى القادة ما شاهوا. ما ذكروا لهم شاهوا قاعدة. وعاقب ذاك خلقت قاعدة قاعدة. ما كانوا فهم. عاقب ذاك خلقت ردد فعل وخلقت منابشات فهم. من كان يتساهم هذا ردد الفعل؟ كانت فهم. حسب الإنقاء كانت فهم. كانوا مدربات. كانوا مكتبة رئاسي. هو المرحوم. الله يرحمه محمد. محمد؟ الزميل عندي كان في... محمد الله. كانت كتيبت رئاسي. كانت كتيبت رئاسي. لمن الرئاسي. لمن الرئاسي. وكان رجل شجاع. وكانت شهيدة زعب وزيئة فيك العملية. اللهم رحمه الله. محمد الله. إلى ما ترجعون فشل هذه المحاولة؟ ياسر من المورسة. أولاً هذه جماعة ما هي تجربة. جماعة من مستوى قيادي. ما هو عالي حتى. القلابات أصلاً ليخلق منها ناجح. أصلاً القلابات تعدلوا نظام على رأسه. قائد أركان وعدلوا الرئيس والدنيا كاملة. قائد أركان وعدلوا الرئيس والدنيا. وهذا جماعة من الضباط الصغار. اللي خواهوا من تحت عبائة الضباط الكثار. وعدلوا انقلاب. هذا العيق لهم. المسألة الأخرى كيف أعمل الوقت. وكانت في مولي مشاكل الاتصالات. مولي كانت موجودة. وكانت في مغياب جناح مدنيا. أي انقلاب أعمل جناح مدنيا. نسترزاد هو هوام الشقر. نسترزاد هوام. وعدم القبض على الرئيس. هل ساهم في هذا الفشل؟ والله. ساهم فيه قاعدة. للي كان هدف. هدف عندكم تكردوا الرئيس. ومن ذلك كان مع أحد أخر محدد مدنيا وهدف من يحكم. نعلم كان من يحكم. هو ذلك كان الواف. آنذاك تهمتم بأنكم روعتم الآمنين. ودمرتم وهدمتم وقتلتم الأبرياء. وأطلقتم صراحة السجناء. وقال وكيل الجمهورية آنذاك. إن كل هذه الجرائم كانت بوحي من القذافي. وخاطبكم أمام المحكمة لقد جئتم. أيها الجنات أمرا إدا. يكاد السماوات يتفطرن منه. وتنشق الأرض وتخر الجبال وهدى. وقال إنكم تحركتم بدوافع الحقد والقسوة وقلة الدين والطمع وتحجر القلوب. وأنكم لو تقيئتم لا تقيئتم سما زعاقا. وأكد أنكم تسللتم سنة 84 لأصفوا في الجيش قادمين من حشال الحركات السرية. وأن لكم علاقة بالضباط الأحرار والماسومية. ما علاقتكم بالقذافي؟ ما عندنا معين ولينا إحنا. لا عندنا إكسار وكان. وكان مهيئ المد أخرى ما إحنا. وقال إنهاي بعد كاملة. أي لو صاف كاملة بعد إحنا ما عندنا لديها علاقة. ما كنت أقول لك أن الحركات السياسية ما قطعت فيها. ما نعرف فيها. وليبيا إلى حد الساعة ما قطعت سايتها. ما قطعت أراضيها ما قطعت وصلت. وإذن بهم واقع قاع عيشت الناس كاملة. كانوا مروا الناس فلتعارهم. والناس كاملة يوم الثامن يوم. الآن ما فهم تنسيغوته. الناس كاملة كانت تنقلة. الضباط اللي جاءوا كامل. اللي كانوا كتبت المدرعات. كانوا سنجل نقيلة. وكان حاصرهم اللي يشبروا خبارا من المعاوضة نحك. معناها أن هذه الأمور كاملة. هذا ما بعد فشل للطاعة. الحقيقة لا يتوخذي للفاو. وتوخذي الخطابات كاملة. وطبيعين مدام إن تفشل على كل حالي تحمل. هذه الأمور كاملة. تقريبا يومين. قضتهم العاصمة نواكشوط بدون السلطان. متى بدأتم في التفكير في الانسحاب؟ وكانت فهم خطة. إن اللي قالوا المنافذ كاملة إنها تنقفل. ما يدخل شي. ومرحلة معينة. ظهارا إن فهم وحدات دخلوا. من واكشوط. وظهرنا مولي من ما قد ينعظر عادي هو. فرئيس أنا ذاك. إن القضية عتيتت قضية بين الجيش. وهذا الحقيقة موهدة بالنسبة لنا. وهي اللي اقتتال الجيش بينات. وهذا الحقيقة لا يعود. مدد دور الإصلاح. وهي تقول نفسها حقيقية. وهي دور الموت ياسم اللي برياء. اللي فاصلة فيها موريتان. وبتوقفوا نشوفنا ذيك الوضع يليكي. وفما ذا يمو الانتصالات انقطعت عنا تماما بين نحن وزملائنا اللي كانوا الداخل. قررنا وبتوقف. ثم كان عندكم زملاء في الداخل؟ داخل ذيك في الماكشوط. قررنا وبتوقف أن تفاديا ذيك ضحايا. راه هو يخلق لكن لا يخلق. وقالوا للزمن. قررنا السحاب كانوا سحبتوا في بلاصة. والله كانكم سحبوا واحدين منكم بقى واحدين يقاوموا مجاكين. لا لا أنا عرفني بقيت فهم في الكتيبة. خلقنا السحاب ساوي. وهي الناس قاع مالحق من مكان في بلد. حاجة اللي أنا مشاعني دور تعود صالح دور تعود. أنا واحد ثانية ونصف للثالب من السحب. جابرت أنت هو الحمد. جاني فهم في الكتيبة. راجع. وطاني خبر قاع عن المدينة الحقيقة ما تلات. اللي يخلق عاتل المواجه. اللي دخلوها واحدة اخراج. وبتوف وقررنا. وجهاية كانوا وشي دور. ما هو مطلق من فهم. هي 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 قاعدتنا الخافية. كانت المدرعة هي القاعدة الخافية. معناها تمشي الناس وترجع عنهم. وبتوف وقررنا السحاب. وبتوف وقررنا السحاب. بناء على الشرعات اللي شاهدنا كاملة. تبدأ مادة وبتوف. تسهل الناس نسحاب. الله هو يخلق ذلك. اللي يخلقوا تطيل الزمن. تمشي راجعة عدد المواجهة. وبالنسبة لكم. ما كانت عملية السحاب؟ ما كانت فهم شي منظر مقبال. كانت فهم الانتصالات مية خالقة. بيننا وزملائنا اللي في الوحدات الخراس. ما كانت فهم الانتصالات اللي انقطعت عمنا. نهاية. على مستوى الكتيبة. أنا عرف أني بقيت فهم. دور نعود نواع بين السادة والسابعة. يوم الحاد. يوم الحاد. إليه فات الناس مشات. فات الجنود مشاوا. خلط. فات مولي راجعت عن المدفعية اللي كانت مهاجمتنا. نفتنا رديناها. سبديناها. خلطوا في تاكسي والله. لا لا لا. عندي سيارة. السيارة الدورة. لأنني صدينا هجوم مدفعية. فهمتن 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 ترتيبات أخرى. الكرة جديدة. بدأت نطلس عني الناس بيهلي لاهي أفلاهي. مساعد لي تخلق هجومتن يعود ماتي ثاني أحرك. مني مساعد لي. أتبعت فهم جنود فهمولة. وماتي ثاني أحرك عنهم. حاولتن هم يوقعوا. ومشيت بواتة سقيرة عندي. قبضة معي جنود. مشاوا معي. كنت فاتحين نشيد الكتاب. لا لا. لقد كنت فاتحين. لديك قصة ثانية قاعدة في المنفى. نشيد الكتاب. نشيده في قصة. أصلا عندي شريط. نشية بين. أنا في المرحلة الأخرة. مرحلة ترسان تغيير. بينا لديك ساعة نهيئ ورجوع جاي. وبدأنا اخترتها بحاضرة عندي. حاضرة في ذهني. صورة النلام. تذكرنا. نشيد الكتاب. ومشيك من واقشوت وعد رسو. ما وقفك حد له. لا. هنا نجبرهم الدوتو يسولون. ذلك يكونوا واقشوت فينا. نقول لهم. نشيد الكتاب. نشيد الكتاب. نشيد الكتاب. دون ذنبهم. لكن جاوران فاتوا وعدده في النساء قبل سنة طغيرة. نحن شعور على هذا الصوت. لقد أدلنا لهم هيكلتها وآخر. وفي ألفين وأربعة عاودت مر كرة من جديد. ونفقوا بيضاء عليكم كيف تمت عملية القبض هذه الجديدة نفكرنا هذا هو النظام اللي هي عدة المحاكمة السورية وفاعلين يجد يخلقوها إعدامات غيابية أصحابنا قاعدة المحكمة يجد يقوم بردع يجد يكتل روح يجد يبقى في المؤسسة العسكرية نتوانات لات ثم يكساعة من يبقى محكم كاريتنا بقى أصحابنا كاريت حكمه نوشينا لها جماعة ديلا وبتوقع قررنا صلنا نهيو ديك العملية عدلنا واحدة من مرقب من زملائنا اللي كان يترأسها زميل محمد رويد وعر الزميل محمد رويد الحنطية وجمع معهم ونحكمه كانوا يترأسوه مني عملية ثانية عملية تانية كنتوا تنسقوهن تون من خارج كنا نسقوها من خارج وهما أصحابهم عدلوها 2004 حاولوا ديك المحاولة ونحكمه حكمهم 2004 إلينا صلحكمهن نقطعوا روص اللي قالوا خلايان اللي في الجيش قررنا صلنا يا الله ندخله ونعود ونحاولوا يحياء من الخلايا اللي عندنا في الجيش ومنذ لا كانوا نبلغوهن معكم علنكم أنهم عندهم علاقة بكم أنكم انتم ربما ما تفكروا في الإطاحة أيام يعرفوهن عندنا ديهم علاقة يعرفوهن اللي كان محكوم معهم حد يكسع أعطاهم قدروا الأخبار معروف معروف ما أقوله معروف أم لا يعني قيله معروف 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 هو الشاح ديك الساعة معروف معني قايل اسمه معروف لابن يتلوذ في أرشيفكم در تجبره جيد أيضا متى بدأ التفكير في الحاوضة اللي هذا فكرنا اللي يدخلق محاكمة أن النظام لا يعدل محاكمة ومن يعدل محاكمة يجد يخلقوهن أعدامات من يخلقوهن أعدامات لكن لا هي لا هي يمس معنويات مرشعت ودخلتوا في نوابشو وفي المسألة الثانية أنهم اللي عالمين عندنا إحساس اللي يخلق من قلاب أن النظام لا يجدد من قلاب أصحى ولا يعدل محاكمة وفي الحقيقة لا يخلقنا خائفين من اللي ينقعنا من يعدلوهن انقلاب معناها النفس المسار اللي كان خالي اللي يتواصل بتوهن بدون معاوية وهذا هو اللي عايشين الله جيتون الواكشوت ما أوقفكم حد ولا أتم التعرف عليكم بها أنا بها كم مضيتوا في ساوك تنحكم تساعت ايام تساعت ايام كنتوا في الكسار وتم انقبض عليكم من ترى كان بلغ عنكم حد من الرفاق والله والله من الرفاق ايضا وقع خالق الرواية يتأكد انت منها مليين قالوا استخبارات النظام ما قط شابت الاخبار كل محاولة خلقت إني انتفشي معناها لحد من الرفاق محاولة بلغ ما قطوا هم ما قطوا قدوا حصلوا بهشي قال الله مين يرقائش يضعفوا يبلغوا ومين يبلغوا يبلغوا مقابل ماندي لا اكتشفوا ما نعرف قال النظام وانا ذاك انكم كنتم تنمون التفجير المكشوب واستوردتم لهذا الغراط شاحنات من المتفجرات تم انقبضوا على بعضها في سوق المغرب ما صحة هذه المتفجرات ما شفت احنا احنا عدنا هدفنا التفجير والا القتل من كتيبة المدرعات ما نتنقل وقع رئاسة نخبطوها ما نعود هذا هو الهدف صد الدبابات على الرئاسة ونخبطوها ولا يسلكوا لا يسلكوا الصد لا يسلكوا قال الهدف عندنا ما هو القتل فيه اللي ما اننا قابلين قاع حد من ابناء موريتانا سوه ومن مسؤولين قال عن وسوه ما رسطنوا سونا عقليته وشينية من يفقدوا الشعب الموريتاني وهذه كانت بالحقيقة كانت نقطة الضعف الاساسية ان كنا ايسانيين اكثر من اللازم كنتو انتو والله كنتو انكم كنتو ايسانيين كنتو ايسانيين اكثر من اللازم معانا الانقلاب وصيف بأنه دموي اه لا كل يحال ايه لو صحف ما متحكم حد غير بعد احنا نعرفو احنا روسنا نعرفو انا قطعا ما فينا حد قطعا يقد يكتلموش اما لا تكلم الله عن راسي قطعني صعب عندي ان نقد نعود نقد نكتلموش صعب عندي يغير الموريتاني بالنسبة لي تستحق علي كل شيء تستحق علي كل شيء بلدي واهل يبتوفوا واستحق علي ان يموت عنهم وهذا هو هاي الحقيقة وكننا انسانيين حتى حتى من اللي العاد الهدف اللي القاتل والله ذيك الموضع كانت فهم استراتيجية اخرى السيارة اللي تكلمت عنها فعلا احنا شاين لين عدل عاملية والعاملية اللي تعدها فعلا مادة اهلها تقلب وسائلها وفعلا نجي منها وسائل معانا يا غير المملي كانت مضبوطة حتى من المتفجرات ماين قال المتفجرات هي يدها خاير وطوغ يا غير بعد المملي منين عرفنا انها عرفنا انها عادة مني حكمت حاجة اللي يكسعها وعادة منعرف بضئيتها في الحقيقة وفتهات وفت تحقيق وانها بقى الشي ما وعدة اللي يكسعني وفت تحقيق حاجة اللي يحيط المفوضة اللي كان وشهلة التحقيق كان ذاك جدا وشعرتوا بها قلتوا اني جدي صورت من اهلها زمن حامي لقعدوا مظلين به وقاعدين تحته قادر يشو يتين وفي حالة المسجد منين يجاوه ومتأكد انها اللي قعدت فجرة انها مسجد المغرب ما يبقى ومشوه اكلي حرامه كامل اذا يلعدنا الهدف عندنا اللي القاتل حد لا يماشي محكم وابسط حالاته انه يسحب المشنق لماذا قررتهم الابلاغ عن هاي السجارة هل كان هذا الابلاغ بدافع ربما استدرار عطف النظام بعد القبض عليه فم سلتين واحدة ما مارك فيه انه ينوشي لاهي نطفق معايا شي من الارواح ما يفاصل ما يفرض على اليفار ونعرف انه اصلا العدو اللي عزيزة الشعب اللي هو عزيزة الوطن ومنين نعود منين نعود ما نقد نحول بينا مع كارثة قد تخليقه يروح ضحية تياسم الابنية بحقيقة نعود الواحد في كامل بلا معنه وبلا طيمة المسألة الاخرة نعرف ان امالي دورتش على الشرخ بين معاوية وجيس نظامه بيه اللي يدور يبدأ مناك الوقت انه ماتلي ثيق فيها بيه اللي يمدى دخلة لسجارة مع بعض السلاح والخائر والموضعية اللي يمنها في مليدة واللي يمنها في مليدة ثانية معناها هذي لا جيس الامن هو ماتلي ثيق فيها معناها الشين هو ماتلي ثانية لا قاضي اليهم ولا قاضي اليهم معناها ان قطعنا دور تجعل ازمة ثيقة وهذه الملي مفيدة عرفني دور تساهم في ضعف النظام كيف كان شعور شعور دداي حين أبلغته بخبر السيارة تأثر حتى تفاجأ منه وتور وأبلغ الرئيس نعم نعم اذا ايضا محمد اللالويمين هو من أجر السيارة للتاجر ومحمد الخيار حسب اعترافي الأخير أمام المحكمة لا علاقة له بمحمد اللالويمين هل كان هؤلاء أعضاء في التنظيم واعترافتهم محمد اللالويمين عضو بارز في التنظيم ومذلك من بره وجه له تحية انه كان كان عصر شجاع وفهم عناصر أخرى أموالي كيف كانت وكانت مشرفة عليه السيارة من جماعة الزواد وهي هي اللي كانت مهم مريتانية مهم مريتانية كنتوا جايبين مدة مهم مريتانية لا لا مين جاي وعالمها بعلنها لا يتعدل انقلاب نحن في وضعية مدايقين مع نظام نظام يحشد أن الياد يحشد من القوة التي فيها صواديين وفيها كل جهة ما خالقة ما خالقة جنسية ما حشدها نظام ضدنا زيادة على المريتانيين اللي كان يمشي احنا بالمقابل اقبغناها مشان الفني فقط ذاك اللي أعدل في السيارة وذيك الأمور الذكية والخاطي ذاك ما يقد يقول لك حدا أن بفهم أجنبي يتعلق به قضية ذا الأمور ثانيا مولي ما يعرفوا ذا اللي في السيارة تصميمها يعرفوه فاحدينهم يعني ذا اللي داخلها ما يعرفو محمد ولا خيارها محمد لا المين محمد لا خيار اللي كان مشهد للسيارة ما في ذا خبر عنه ما يعرفوه ما يعرفوه لا ذاك الحمولة الأخرى ما في ذا خبر عنه لا يعرفوه المقدم ما كحل ما دوروه في المشهد هل كان أحد الفرسان على ذاك؟ كان 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 وهو من بلغ كان كان أحد الفرسان وهو من بلغ ما حقيقة علاقتكم بزعماء المعارضة عن ذاك أحمد الداداه والهيدالة والشيخ الحرمى؟ هذو كي تعرف الشعب الموريتاني شعب كريم وليك المرحلة يقدرها ليك التضحية تقدرها ياسم الناس خاصة الناس اللي عندها مسؤولية واللي تشعر بخطورة الوضع اللي في الموريتان ويشعرهم ويعانهم إحساس بالوضع اللي إحنا بناء ذا الوطن اللي هي ومشردين في الخارج جزاهم الله خيرا كلهم قطمشانا مساعدة لغير بعد بدون تنسيط لكلهم كري سالمتهم ومع ذلك نفيتهم كل هذه المساعدات تماما المحكمة وقفت منهم لا ترميطكم بها ما نلقي نعلم ذاكريم هذا يجاكنا أنا نطولة نظار الفصل يقدع ليهم ما كنتوا تستشعروا بعلان ربما قولي الحق ولو على نفسي راك على نفسي غير من يعود لا يضر حد واخر وانت ما يفرض عليكم خاصة أنه ليتعود نسبة بتصصيته ما هي فرض عليكم وليتضروا بيه هؤلاء قدموا لكم مساعدات لا 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 يقال هرسائل كلهم توقع طفل رقاش وعادة إلى السلوب أنه عندنا علاقة يرفلوا على رسالة وتوحدة وعادة لبنائه وكانت توصلكم هذه الرسائل؟ لا لا توصلكم وعلاقتكم بالشافعي كانت؟ زميل وخون هل كان هو الأب الروحي للتيار فرسان التغيير؟ لا لا كان هو الأب الروحي الأم المادي؟ الثامنين يخلق ما بيننا لدينا علاقة أكيد أعرف لا فرسان التغيير؟ فرسان التغيير في الحقيقة فرسان التغيير ذلك العدل المولي الشاهي العراجيب إن شاء الله يجوره حسنات فاخرته إن شاء الله وطوع الدرجة في دينته هل لم يسع عليكم التعذيب بعد القائل قبض عليكم؟ والله هل أنك لا يتشطني حتى في الرواية عن مشاكل الموليتانية؟ ذلك لا يجور حتى لو اقتضى ذلك نعود عندنا حلقة أخرى يلي خايف من الوقت عام الوقت لا يوجد هذه حقبة مهمة من التاريخ وعند المواطن الحق في أنه عود يعرفه وعود يعرف التضحيات التي قدمت في سبيل الوطن والرجال الذين ساموا في هذه التضحيات هذا جزء من مشه تعذيب خلق خلق ما هي أنواعه؟ نعرف أنه فيها شكراف والبط والصعب نعرف الشكراف والبط والصعب والصعب منزل سابق نجيل الشرطة والتعذيب والتو الرجال المشرفين على التعذيب تعرفهم؟ لا تعرفهم ما زالوا في الشرطة ضبار وإلي تشوفهم ما عندي أي شعور ضدهم أسمحت لهم ما زلت تحت التعذيب تقول أن أسمعهم لا تسمحت لهم أسمحت لهم الحقيقة ذكر هذا النوع ما هو قال إلي حتى هل كنت تحس أنهم يتلذذون بهذا التعذيب؟ حاجة اللي شفت بعض منهم قطعا حاجة اللي من أنا ورقاش مينعود ما هونكر هونكر القلاب ونعدلون أمري لا شبار فرصة صلاهية وحدناك نظام ذاكيه لا شبار فرصة صلاهية إلو مين يعذم معناها نفهم نوع من تلذوت بيرواية ذهية وهذا طبيع يدنا مدى لين الطبع لممارسة تعود في عندها في المتعفين وهذا هنا نفض الضعف في المحقق المحقق ما يعد الحقيقة قد يجبرها ألا بالتعذيب معناها نفهم الضعف فيه هو من حيث التكوين والله من حيث المهنية الله مولي عود الأبع لنوع من الممارسات وعقلية عاد إجازة من طبيعة ثم مولي لغير بعد مذكر ليلة أني كنت تحت حلقة من التعذيب ونين خاض عني بقى حد وانا ما رأيش بيالي الله لم أعلم وتميت ذهو واحد على حد يتنهت كتنونك يشيبكي وصولت النمواله وقالي بيا شيء عندي لي وعدلة ونين قالي بيا شيء عندي وعدلة قلت له وش بقايش تشارك فيه قالي العدي ما نعذره لك لا يعددي قررت مين أحيلي على كلبته وهذا ما نعرف بيش قال لي حد حاجة لي برطة تحت التعذيب قال لي حد احنا أدلت فينا يديد تعدى اليوم السامنة واليوم احنا حكمناك نعذره لك وهم فهمت تقضي شراطي معناها ان الشراطي عاد محل نظام معين معناها ان عاد هو النظام وعاد جزء من النظام وذا ما هو طبيعي أسمعك فكرك انه الى عاد قاع هو هو اللي قابل وذا كامل كنت نشعر انه في شيء من الإنساني وكنت نشعر انه في شيء من الخلق اتجاهي هاي الصورة اللي نسمع عنه طيلة طيلة مقامي عند الشرطة ما هي الصورة اللي عندي بيه اللي عندي انه صورة عنه توف انه العاد مشرف على مدة انه اخترنت عودة فم مدة تتوالى عنه هذا غير بعد محاجل انه لا بكلمة سوء ولا بمعاملة مباشرة اتعرضت لهم ما قط قال لي كلمة خاسرة ما يلاقى ما قط شاهدته في شهور حد انه انه عنده مطمئ لحد والله عنده ما قط شاهدته في نفس الوقت اللي اللي مارسي المارسة تابعين من السعاد وعلي ولمحمد فال لا 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 ما قط ما قابلكم قاع في هذا؟ ايضا اطفاء السجائر في الجسم هذه وسيلة لا 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 انا شخصيا ما اتعرضت هالي استخدمت عليكم اثناء تصريحاتك امام المحكمة قلت انهم منعوك الوضوء اياما احنا اول مرة اول مرة استحموا بعد اخمستعشر يوم لا يجينا الصحابي اطفاء 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 من كتيبة المدرعات هم عناصري الذين يعتمرون باوامري ولم افعل ذلك بهدف الوصول الى السلطة ان انا اجعل خط تحت هذه بهدف الوصول الى السلطة هل هل تظن ان المستمعين المشاهد سيصدق هذا القول؟ انك فعلت كل هذه وعرضت نفسك للخطر وانك معالك انا بالنسبة لي هالي قالوا الضابة يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الوطن مسؤوليتهم مسؤولية عادية معذل عقد تم مع الشعب معناه ان يموت عنهم وبلاد مين يتحدد الخطر اللي يهدد الشعب يالله يشعروا المسؤولية هذا هو هو وهو شعوري معناه ان القضية ما تقول تعودها قضية السلطة قضية تنقاذ الوطن قلت لك الصيغة بالنسبة لي الصيغة العسكري اللي حاكم ما هي ما هي الصيفة اللي عندي بياللي عندي منها تجربة ان اسوء شي جابرته المؤسسة العسكرية يقابل الاحكام العسكرية اسمعته وبالنسبة لي المؤسسة العسكرية مهمة عندي به اللي هي الصمام ضمان امان للشعب اللي هو واي نظام لا يتعود احسن فيه ظروف ظاهلين ولا يتعود اللي نظام مدني هذه الحقيقة بهذه النظمة الاخرى بالنسبة لهم عدلتهم مطلعات عدل المؤسسة العسكرية مطلعات منين تطلع فيهم طيحهم والله تدمرهم والله تخبر ذكي كان خالق ذلك المرحلة الذكية وهذا هو اللي يجعلني نقولني شعوري ما هو الوصول شعوري انقاذ نشارك انقاذ شعب وطن عاتقنا وبتوه مسؤولية حملناها وهذه الحقيقة حدث الانقلاب قلت انكم هذا ما كنتم تخشونه ومع ذلك ايتهم الانقلاب 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 وانخرطهم في الاجواء الانقلاب الانقلاب بعد العفو عنكم بالطبع لا شفت لكم مليا لنعطي فيه تفصيل شفت احنا مين خلط محاكمة وادي النادي وخرط الاحكام وطعنا في الاحكام ويجب السابق توقف الاحكام سابق المحكبة العلياء تأكدهم الله تستطيعهم لنعطي الانقلاب اذا ما يجب علينا الشهر لكن ماذا يجب علينا؟ هناك صراع داخلي بين أَفراد المجلس العسكري لبعض يصبح نحن نبقى سجناء من هنا يجب علي انتخابات ويجب رئيس منتخاب نقال لكم في المسرع نعم نعم من هم كانوا اطرافه؟ في اطرافه البعض اللي يختارنا نبقاه في السجن. كيف من؟ منهم الرئيس الحالي. حسن زملائه. وبعض قال لنا ما هم اقول. وحلي علي ومحامز هالي. ما 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 لنعرف اللي ان علي قطعا وقع. عاقب ذلك وقود فينا مراسيم وقع اهالي. بدل الله ينقول لك. اولا اه ماضي لنا لك شهر. وخليك السيراء. وفعلا خلقوا طقطاته اه من الدول الاجنبية. انهم ما يقدم يتعاملوا معها. في القلابية. اه. ما يلهوا انهم ما ما مبرر ان انقلابه يعود حافز انقلابه. احنا نلاحظ اننا حاولوا محاولة. وهم اه. اه. اه اه. اه. اpektهمي على المؤسسات الكاملة الدستورية. اذا هذا كان مبرر. الدول أخرى انها تضغط عليهم. اه. وبعد ذلك ما حصلنا. اخذونا كايسين الشارع. مين عادي 2006 ج Cada Damnuth من عد 2006 خضت فينا سبع مراسيم. شين هي? حطوا الرثبة وشطب من المؤسسة العسكرية. واقعها. الول محمد. واقعها. المحمد هو arguesEM invaded bad health. هذه المراسيم ترون أنها مشحفة بالنسبة لكم مظالمة نحن نقول أن هذه المقاعات التي وطعنا فيها أولاً نحن نعفل لنا نحن نخلق العافو والعافو أبساط الذي فيه أن ترجع ترجع على خدمتك خاصة من يعود العافو من منقلاب هم انقلابين عافين على وحدين لا أحد نحاول محاولة انقلاب إذن إذا نخلق ذلك العافو عاق بالعافو نحن نخلق ذلك عاق بالعافو رجعنا لمؤسسة العسكرية وظهر شف سلوكنا ما هم ما هم الطابة وخلقنا نكون سيدة ديسفليم نحن نخلق من الحمس للشارع والمراسيم خلط علينا إذا نحن في الشارع ذلك المراسيم وعننا فيه يقول لك الطعن لا نقبل لا فترة سيدي لا نقبل انبت فيه ما قط قبل هم قاضي انه لا يبت فيه ما نتنع منه معنى الله قاعد لك قط نسحب ملف ما نتعد نذكر اني قط عدلت إليها سؤال شهوري لوزير العادل ليك الساعة الله لي الله لي التقدي قاعدت له سؤال شهوري السحب ملف من القاضي هاي فترة سيدي من شاءت الفترة الاخراجع ما قط قبل لي من يبت فيه إذا كان علي ولمحمد فاله هو دور في هذه الأحكام ضدكم ومع ذلك نحن نتحالفون معه ونكسع رئيس وتعتبرونه زعيما من زعماء المعارضة شوفتانا أنا عندي أنا بعد شخصية أنا ذلك نتكلم معا راسي أنا عندي قناعة ان ان النقبة ما هي خالقة ليك الناس كامل اللي يدرك اللي قط اتعرض ذاك المسار كامل قط اتعرضت لي شو من المورنا لا نذكر منها كأحد ولا نحسب منها أعداء حد كان في خط سياسي كي قتله وبش منه وقرر من الله يعوده مععرض هو كان موالي هو قرار شخصي قرار الشخصي الموقف السياسي قرار شخصي هل ترى ان هذا القرار يجب ما قبله قرار قرار دخول علي بن محمد فال في المعارضة هل يجب مشاركته عشرين السنة مع عول الطايع فيما فعله ثم بعد ذلك ما سميته انا من يقعد هناك مبرر حد انا من يقعد هناك مبرر حد بالنسبة لك ان تفعل ننطقيا انا عن مواقف السياسية انا من يبرر احد هذا القضاء وليه المور هي التي تبرر الناس انا اللي نعرف اللان حد كان في مرحلة وكان في خط معين ومش منه قاس خطة اخر خاصة خاصة المعارضة هو يقد يعود موالي ويقد يعود هذا على كل حالة بعد ذلك كارلو كارلو هل ترى ان معاوية استحمل الطايع كان رحيما معكم خاصة نعم معاوية ما نقزنا خاصة انه على الاقل لم يعدمكم بينما اعدم من قاموا بمحاولات انقلابية قابلكم خاصة في 16 مارس وان معاوية التي ذرتم عليه ربما كان اكثر رحمة من اولئك الذين كنتم تتحالفون معهم كهيدال الذي قضى على انقلاب شفتانا كي قلت لك ماني هون نحاكم الناس انا مان قد نحاكم مده نعرغ لا نعرغ لا نرى السادق معاوية انه ما قد تعرض لنا بشي خاسر ما قد طبلغني انه تعرض لنا بكلمة طائحة معانا بعدين لها انقلاب والحقيقة صبر لي رجاجي الوشي وعشرية سنة وتعدي لها انقلاب ويعود يعملها معاملة حسنة يعني بعد ذا ما قد طبلغني فر انه تعرض لنا بكلمة خاسرة يا غير مالي ذيك المحاملات كاملة اللي رينا وعندما يجب علي العالم بها وقد يجب علي المعالم بها ماذا بان عرغ ماشي وانه غير بعد وخلال الناس اللي جاورت عاقب ذاك ولي كانوا على الصيلة بيه ما قد طبع تتعرض لنا ما قد طبع تتعرض لنا بكلمة خاسرة يقول مجموع عن الضباط ما قد طبع المولي يكلب منه بعبارة اخرى يقول مجموع عن الضباط منه بناء ذا الوطن وهذا الحقيقة ما نستكثر عليه كما كانوا منه الحقيقة ضابط مخيرط الضباط وفعلان بثلاغ ملانة بالحكم وكل قد طبع الله يخلق منه انخطاء إذا سمعتم يا غير مولي عنده اجابيات بشينا عنده اجابيات انه سيادة بعد سيادة بعد خالقه وفم خطوط حمراء وفي السيادة لدية التحدي وفم انفأ عن المعالم عام هو كشخص هذا نشاهدون به نخطأ كبيرا لهقيلة وخطيرة في إعلان خلقت هذا ما الذي ينذكر جيد إذن بهذا نأتي على خلال في هذه الحلقة في الحلقة المقبلة إن شاء الله ستناول معك حزبة حاتم تأسيس حاتم ثم الخلاف في حاتم والانتقال إلى التكتل ودعمكم للانقلاب في 2008 ثم موقفكم في ماجري في موريتانيا الآن إذن كل ذلك إن شاء الله سأتناوله معك في الحلقة القادمة في الأسبوع في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبلة إن شاء الله إلى ذلك من الحين أشكر باسمكم جميعا النائب عبد الرحمن والميني القيادي في حزبي تكتل القيوة الديمقراطية وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة أتقبلوا تحيات زملائي الفميين الذين أشرفوا على إجازة هذه المقاربات وربعة وهذه التحيات عبد المجيد الإبراهيم السلام عليكم